اهلا بكم فيديو جديد معاكم رنزا النهاردة مشروعنا مميز و امر اوي زي ما احنا شايفين الشنطة الطحفة اوي دي جميلة جدا جدا وسهلة خالص زي ما تعودتوا دايما معايا حلوة اوي اوي اتمنى يا رب انها تعجبكو لو بتعجبكو افكاري شجعوني باللايك والشير وسبسكرايب لسه في افكار كتير حلوة اوي اوي نعملها مع بعض في القناة يلا بينا على طول نبدأ ونشوف الامر ده عملناه ازاي مع بعض مشروعنا النهاردة هنحتاج في دايرتين كده زي ما احنا شايفين انا كنت اشتغلت الدايرة معاكو قبل كده في الفيديو ده هسيبهولكو تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس سهلة جدا جدا زي ما احنا شايفين اهو انا عملت كام دور فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة عملت سبعة ادوار تمام وابتديت بست سلاسل سوري ستة حشو تمام اوكي هنشتغل ازاي دلوقتي انا برضو هكمل شغلي بابر مقاس ستة طيب هجيب الدايرة بتاعتي اوكي وهجيب معايا ماركر كده وهدخل الماركر في اي غرزة كده من فوق هعد الغرزة اللي واقف عليها او اللي انا دخلت عليها دي الماركر هعدها معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بصوا هدخل في رقم عشر طيب انا هبتدي من جنب الماركر تمام يعني من رقم عشرة اوكي هعمل ايه هعمل معايا اول حاجة بس سلسلة ارتفاع هشد كده السلسلة دي انا مش هحسبها تمام انا هعد من بعدها هعد ايه هعد عشرين سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام هاجي هنا برضو هدخل في رقم عشرة اهي وهعمل ايه بصوا كده هاخد معايا منزلقة سحبتها مرة واحدة وهرتفع سلسلة تمام هشتغل ايه بصوا كده هلف الشغل بتاعي السلاسل بتاعتي اهي تمام انا هلف كده وهشتغل في ضهر السلسلة بتاعتي اللي هي العمود التالت بتاع السلسلة بتاعتي اهو سلسلة اهي هلف الشغل وهاخد الضلع التالت اللي ورا ده تمام اهو تمام هشتغل للاول اربعة منزلقة ادي واحد اتنين تلاتة تمام واربعة اهو بصوا حرف الفي بتاعي اهو زي ما هو لاني انا اشتغل في الدلع التالت اللي ورا كده انا عملت اربعة منزلقة هكمل برضو على نفس الدلع اللي هو الخلفي ده بتاع السلسلة بتاعي بس هشتغل اتناشر حشو اتناشر غرزة حشو دي واحد اتنين يبقى انا عملت اللي اتناشر غرزة حشو معايا تمام هعمل ايه هكمل هعمل هعمل اربعة منزلقة برضو تمام زي ما عملنا في الاول ادي اول منزلقة اتنين تلاتة واربعة كده اربعة منزلقة تمام تمام هنا الارتفاع بتاعي اللي هي السلسلة اللي انا كنت واخدائها ارتفاع تمام هدخل انا مش هدخل فيها انا هدخل في اللي جنبها يعني انا دي اهي انا طالع الخيط بتاعي بصوا منين من هنا انا هشتغل هنا هدخل جنبها كده تمام وهاخد معي ده خيط هشتغل منزلقة طيب بعد اما خدت المنزلقة بتاعتي هلف الشغل كده بتاعي تمام هشتغل ايه هشفكرين الاربعة المنزلقة اللي احنا اشتغلناهم في الاول هشتغل برضو اربعة منزلقة عليهم تمام ايه دي اول منزلقة بس انا بدخل جوه حرفي بياخد الضلعة الخلفي بتاعها تمام ادي تاني منزلقة بدخل جوه حرفي نفسه تالت منزلقة اهو بصوا حرفي بتاعي اهو بدخل كده واخد رابع منزلقة تمام وبعد كده اشتغلنا اتناشر غرزة حشو هشتغل برضو اتناشر غرزة حشو برضو في العمود الخلفي يعني هدخل كده في السلسلة وهاخد معايا غرزة حشو كده اتنين معايا حشو تلاتة انا خلصت اللي اتناشر غرزة حشو معايا هعمل الاربعة الاخرانيين دول منزلقة ادي واحد برضو هدخل جوه حرف الفي هاخد الضلعة الخلفي كده اتنين تلاتة واربعة تمام هدخل هاخد بصوا دخلت فين انا هنا تمام انا هدخل بقى في اللي جنبها هاخد منزلقة اهي تمام وهلف الشغل بتاعي انا بس قبل ما لف الشغل عايز اقول لكم اني اهم حاجة في موضوع ده اه اللي هو اللي في النص ده العشرين سلسلة اللي احنا عملناهم لما عملنا اربعة منزلقة واتناشر حشو واربعة تاني منزلقة لازم الماركر بتاعي يكون قد بعض يعني ايه قد بعض سوري اه قصاد بعض يعني ايه قصاد بعض زي ما احنا شايفين كده يعني ما تبقاش دي الماركر بتاعنا هنا فوق وتبقى دي تحت هتيجي في الاخر دي هتبقى معوجة معانا كده تمام بعد ما نشتغل لأ لازم اتجاهاتي تبقى كده يعني ده وش الشغل بتاعي اهو يبقى الاتنين كده طلعين قصاد بعض تمام يبقى انا كده هشتغل كده مزبوط تمام اول ما هيخد المنزلقة هلف الشغل بتاعي هشتغل ايه هشتغل برضو اربعة منزلقة اهي اول واحدة دي تحت السلسلة على طول لأ انا بدخل في التانية اللي جنبها دي برضو بدخل جوة غرزة نفسها جوة حرف ال V كده واحد واربعة زي ما احنا كنا شغالين في قلب حرف ال V هيخد اتناشر حشو معايا كده واحد اتنين انا خلصت الاتناشر حشو معايا هدخل برضو جوه وحرف ال V هيخد الدلع الاخير منزلقة هعمل اربعة منزلقة كده واحد اللي فات ده كده ده اتنين تلاتة ورابع واحدة اهي لو لقناها ديقة شوية ودخل اهي بصوا دخل الجوة مفيش مشكلة جيب ابرة مقاس اصغر وساعد نفسي كده بابرة اصغر علشان تطلع معايا ويطلع معايا ايه الشغل مزبوط بصوا بقا هنا هدي اللي حركة اللي انا بقول لكم عليها شفتوا هنا الماركر جي هنا تحت ازاي المرة اللي فاتت كانوا اللي اتنين فوق وبرضو نفس الاتجاه المعدول بتاعي يعني الاتجاه السليم بتاع الدايرة بتاعي مش مقلوبة ولا حاجة طول ما دول قصات بعض انا كده شغالة كويس جدا سواء كان اتجاههم لفوق او اتجاههم لتحت طالما الماركر كده قصات بعض يبقى انا شغالة كويس تمام? اوكي هاخد هنا كده بصوا انا طلع من هنا اخر مرة هدخل في الغرزة اللي جنبها دي تمام اهي وهاخد معي منزلكم هلف الشغل بتاعي تمام بعد اما لفه اهو هجيب كده ده الخيط ورا كده عشان اعرف اشتغل هعمل ايه برضو زي ما احنا مت في اين? اول حرف في تحت الابرة على طول انا مش باجي جنبه انا بدخل في اللي بعده هعمل اربعة منزلكم واحد اتنين تلاتة اربعة بعد اللي اربعة منزلكم هشتغل اتناشر حشو برضو جوه الغرزة بتاعتي واحد اتنين لما خلصت اللي اتناشر حشو هعمل ايه? هعمل اربعة منزلكم واحد اتنين تلاتة واربعة تمام? اهي. هعمل ايه بعد كده? بصوا اهو. كده رجعوا تاني الماركر بتاعي الفوق. المهم انهم اقصاد بعض. هعمل ايه? هدخل في اللي عليها الدور. انا طلع من هنا اخر مرة اهي. يبقى انا هدخل فين? هدخل هنا في اللي جنبها على طول. هياخد برضو منزلكم. وهلف الشغل بتاعي. هطلع كده بالخيط. هجيب كده الخيط وراه. الغرزة بتاعتي. اهو. رجعوا تاني. بصوا فين? قصاد بعض برضو. اهم حاجة يكونوا قصاد بعض. انا شغلي كله. عايز اقول لكم. اهي? اول في تحت الابرة على طول لا انا هدخل في اللي جنبها. كل شغلي هيبقى بدايته منزلكم. واخر الدور برضو اربعة منزلكم. واللي في النص اتناشر حشو. برضو كله هيبقى في الغرزة الخلفية للحشو بتاعي. الضلع الخلفي. يعني انا هدخل جوه حرف الفي. اهو. وهاخد الضلع الخلفي. علشان الدلوع دي الامامية دي تبقى باينة معي. باينة هنا وباينة برضو هنا. يعني انا كل شغلي سواء بلف الشغل او بسيبه كده. انا بشتغل في الضلع الخلفي من الغرزة بتاعتي. انا هخلص كل ده. بصوا هعمل ايه? انا هجيب كده الاتنين على بعض. انا هخلص كل ده هنا كده. وده كمان. تمام? لغاية ما اوصل فين? عند الماركر ده. يعني انا هفضل ماشية. انا مش هجي هنا خلاص. انا بدأت هنا. هفضل ماشية كده. في الغرز دي. بصوا كده. اهي. هفضل ماشية. كده 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 بنفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين بيها. هفضل ماشية كده على كل ده. لغاية لما اوصل عند هنا. الماركر ده. تمام? بنفس الطريقة زي ما اتفقنا. اهو. اهم حاجة الاتنين دول يكونوا قصات بعض. ويكون الشكل بتاعي كده مزبوط قدامي. تمام? انا هخلص لغاية ما اوصل للماركر ده. يعني هفضل ماشي كده. تاني. اهي. كده كده. كده كده. كده كده. لغاية ما اوصل للماركر ده كده. اهو. ونرجع تاني نكمل مع بعض. طيب انا خلصت الشنطة بتاعتي زي ما احنا شايفينها اهي. منظر ده. اهو. وصلنا عند الماركر. عايز اقول لكم اني انا كنت اقيل لكم ان احنا هنسيب عشرة بس من فوق. لأ انا سبت اتناشر. بصوا كده. هعد من بعد الماركر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. لغاية الماركر الاخير ده يبقى انا كده اللي جوه دول اتناشر. تمام? والناحية التانية برضو كده. انا عايز اقول لكم انه اه كل واحدة فينا على حسب ايديها في الشغل. يعني في حد ايده مشدودة قوي. وفي حد ايده وسط وفي حد ايده مزبوطة. فانتو على حسب ما تشوفوا اه شكل الشنطة الفتحة بتاعة الشنطة اللي انتو حبينها. انا حبيتها عند هنا ما حبيتش اصغر اكتر من كده. يعني كان ممكن اعمل دور تاني هنا او هنا. دس كنت هحس ان هي صغيرة شوية. لكن انا هنا كده حساها ان هي كويسة. مزبوطة بالنسبة لي مريحة. تمام? كل حد وهو شغال بيشوف ايه انسب حاجة وهو شغال مش لازم يمشي على العدد بالزبط. وخصوصا لو حاجة هو شايفها ان هي كده مزبوطة خلاص. وقفي عند هنا وكملي بقى بقية الشغل اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. انا هنا هفنش بس اخر واحدة. نشيل المركر ده طبعا. خلصت كده. تمام? وشغلي من جوه كله متفنش. مفيش حاجة. بصوا اهو. كله انا عملته. تمام? مفيش حاجة متسابة خالص. اوكي. هعمل ايه دلوقتي? هجيب بطانة. انا عملت بطانة. تمام? اهي. جبت بس حتة اه قماش. وحطت الشنطة كده وقصت عليها. بس طبعا خدت زيادة. يعني ده هنا مقاس الشنطة بالزبط. انا هنا تانية مرتين. فانتو لما تيجوا تقصوا قصوا بزيادة كده اتنين سنتي او سنتي. تمام? علشان تعملوا حساب التانية دي. لما تيجوا تتنوا. هتتنوا مرة او اتنين. يبقى براحتنا. ما تبقاش ايد صغيرة اوي. بسوا? اهي. وكمان عملت لها جيب اهو من جوه. شكلها حلوة اوي اهي. تعالوا نركبها مع بعض. حطها كده. تمام? اساسي معي. لازم اثبت شغلي الاول قبل ما ابتدي اخيط. علشان يبقى سهل معي في الحركة. وانا بخيط. تمام? اهو هزق كده بطانة الجوه. وهامشي على الخط بالزبط. اهي. بالشكل ده. هتبقى قبل الدايرة بتاعتي علشان تبقى متوازية مع الاضلع دي. تمام? اهي. هتبقى كده بالشكل ده. بصوا من جوه. اهي. مع الجيب بتاعي. طبعا نقدر نخيط البطانة على مكنة لو انتم عندكم مكن. تمام? مكنة خياطة يعني. هتبقى اكيد هتبقى اصبط جدا. وهتبقى حلوة برضو. انا هنا لزقتها بفازلين. عادي اهو. بالمكوى كده. تمام? ولزقتها بالفازلين. هي والحروف بتاعة البطانة من فوق. هجيب كده الابرة والخيط العاديين بتوعي. تمام? هاجي كده من على الجنب. هدخل الاول هنا كده. اهي. نزق دي جوه كده شوية. وهفضل ماشية كده بالراحة جدا جدا على طرف البطانة من فوق. بصوا فين? اهي. حاجة كده صغيرة قوي 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 مش هتبهن معانا خالص. مصوا. اهي. مصوا فين? مصوا طرف البطانة فين? اللي فوق قوي دي. اوكي? مصوا. مصوا مش باينة ازاي? هفضل ماشية بقى انا كده. اهو. على الطرف فوق خالص. تمام? انا هكمل الخياطة بتاعة البطانة كلها بنفس الطريقة دي. تمام? اهو. وطول ما انا ماشية هشيل الدبوس عشان اعرف اشتغل كويس. اهو. هخلص البطانة ونرجع نكمل مع بعض. هعمل الايد بتاعة الشنطة بتاعتي. هعمل مجموعة من السلاسل. هعمل خمسة وتلاتين سلسلة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. خلصت. الخمسة وتلاتين سلسلة بتوعي. تمام? هعمل ايه? هرتفع بس سلسلة كده. وهبتدي اخد. بصوا حرف الفي بتاع السلسلة بتاعي اهو. انا هشتغل في العمود التالت الضلع التالت اللي وارا ده. بصوا اهو. هشتغل غراز حشو. هاخد الضلع اللي وارا ده. اهو. يبقى حرف الفي بتاعي زي ما هو انا مش هدخل فيه وهاخده. لأ انا هاخد الضلع الاخير بتاعه اللي وارا ده. اهو. بصوا. الضلع اللي وارا. اهو. بالشكل ده. هيبقى باين معي كده. اهو. تمام? انا هخلص المجموعة كلها ونرجع نشوفها هنكمل زي مع بعض. انا خلصت اخر واحدة. هرتفع كده سلسلة. وهلف الشغل بتاعي. وهدخل تحت حرف الفي. اهو. غرز الحشو العادية جدا جدا. من غير اي حاجة. اهو. وهفضل. وهفضل شغالة كده. في كل السطر ده غرز حشو. انا عايز اقول لكم على حاجة انا هفضل شغالة كده. غرز حشو. رايح جاي رايح جاي. كده سبع ادوار. تمام? مجموعة كده من الادوار ونرجع نكمل مع بعض. طيب انا خلصت مجموعة الادوار بتاعتي. تعالوا نعدهم مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وده سابع. لو عايزين بالمقاس بالزبط. هتبقى. خمسة سنتي. اوكي? والطول بتاع الدراع الشنطة بتاعي برضو. اهو. تمانية وعشرين سنتي. يبقى هنا خمسة وهنا تمانية وعشرين سنتي. تمام? هنعمل ايه بقى? الوقت ايه? هنتنيها كده. هتني الدراع بتاعي كده. طبعا انا قفلتها اهي. قفلت الشغل بتاعي. هجيب ايه? هجيب ابرة مقاس اصغر شوية. خمسة. اوكي? وهدخل كده. بصوا. حرف ال V اهو. حرف ال V التاني. تمام? اللقصات باعة. اهو. وهجيب كده الخيط بتاعي. هسحب. الاول هسبته. وبعد كده هدخل تاني في نفس هي هي الغرزة. هاخد غرزة منزلكه. تمام? ايه. هدخل تاني عند ال V اللي جنبها. اهو. تحت ال V دي وال V التانية. وهاخد منزلكه. اهو. تحت ال V دي ودي. وهسحب كده وهاخد منزلكه. انا هخلصها كلها. تمام? بنفس الطريقة دي. ونرجع نكمل مع بعض. انا خلصت اخر واحدة معي. منزلكة. هرتفع بس سلسلة كده. وهشد الخيط بتاعي. انا قطعت الخيط. بس قطعته طويل شوية. اوكي? هجيب كده ابرة التنظيف. وهدخل الخيط بتاعي. تمام? هجيب كده حلقات اللي هي السابتة اللي زي دي. تمام? انا عملت الناحية دي. اهي. هعمل معيكو الطرف التاني ده. اوكي? هعمل ايه? هجيب دي كده. هدخلها. بصوا. اهي. هدخل دي كده فيها. اوكي? وهنزل بس جوه الحرف الفي بتاعي. يعني بصوا اهو. هاخد كده. وهدخل برضو هنا. هقايت كده بس ايه عليها? اسبتها. كده. تمام? اهو. هدخل تاني كده. هرجع تاني بالخيط. عشان انا عايزة سبتها كده من فوق. هرجع تاني كده. اهي. تمام? هجي كده من هنا. اهي. هدخل. بصوا. هدخل ازاي? هدخل كده. تحتيها. هعدي من تحت كده. هطلع الناحية التانية. اهي. من هنا كده. علشان اسبت الشغل بتاعي كويس جدا. وفي نفس الوقت انا مش عايزة يكشكش كده معي. تمام? هفرد الشغل وانا الدراع بتاع الشانطة بتاعي علشان يبقى شكله حلو. انا هجيب هنا. انا بس بزبط شكل الايد. مش اكتر. اوكي هي خلاص سبتت. انا بس بحاول اخلي شكل الايد منصك وحلو. اهو. علشان تبقى كلها زي بعض. محسش ان في حاجة يعني ايه? هنا اكبر هنا اصغر في الخياطة فلا انا بحب اخلي الحاجة بتاعتي شكلها حلو. تمام? اهو. هدخل بقى تاني هنا خلاص. كده. هطلع من اي ناحية كده من الدراع نفسه. تمام? اهو. هعمل ايه? هقطع بس الخيط او قبل ما اقطع الخيط. هنضيع الخيط نفسه جوه الشمطة نفسها. يعني انا ما عديتوش من ناحية التانية. يعني هو جوه التانية بتاعة الايد نفسها. تمام? اطلع كده ناصلا من مسافة بعيدة. اوكي اهو. بصوا شكله من فوق. زي ده بالزبط. تمام? هعمل ايه? هجيب المقص كده. انا طبعا عملته هنا. انا بس قفلت على الخيط. لكن انا مش هلزقه هنا. انا بالمقص كده. وهدخله جوه. تمام? علشان ما يبقاش شكله من بره باين. خلاص هو قرية دي كده جوه مش هيطلعتين. بصوا كده معي. اهو. ده كده شكل الايد بتاعتي. بصوا شكلها جميل اوي ازاي? اهي. دي مجموعة من ايد برضو الشنط انا كنت عملتها في الفيديو. هسيبها لكم في مجموعة دي حلوة اوي وتنفع لاي موديل شنطة احنا عايزين. اهي زي ما احنا شايفانها كده. جميلة اوي اوي. يلا بينا نكمل. انا خلصت البطانة بتاعتي. بصوا. بصوا. خياطتها صغنونة اوي. وجميلة جدا جدا مش باينة ازاي. وحطيت كمان الكابسولات دي بتاعتي. اهي. بالشكل ده. بصوا الجيب. بصوا. حلوة اوي ازاي. عايز اقول لكم لو لقينا الكابسولات اللي هي بتتخيط. اللي زي دي كده. هتبقى جميلة جدا. علشان ما تبقاش زهرة عندنا برا الشغل بالشكل ده. بس دي لها حل انا هقول لكم عليه دلوقتي. نعمل ايه بقى في الشكل ده? بصوا. في حاجة زي كده. ديكور زي ده. وفي زي الصغيرة دي. تمام? اهي. نحطها هنا كده مسلا. اهو. ولو عايزين اكبر شوية من الشكل ده برضو ممكن نجيب الاكبر. اهي. بصوا شكلها بيبقى كده. اهي. بنحط دول هنا كده جوه. وبندخلها ونتنيها من جوه. تمام? ده كده شكل. لو حبيته الشكل ده. او نجيبه اكبر شوية مسلا من هنا الهنا كده مسحته. نجيبه اكبر شوية. او ممكن اللوجو اللي هو بيبقى آآ الجلد ده. برضو هيبقى حلوة قوي. وفيه ده الشكل التاني انا حبيت دي اكتر. بصوا. احاول اداري بيها. برضو دي ليها آآ حاجات كده اهي. نقدر ندخلها. هنا. اهي. نزبط على شكل الشنطة كده. بصوا. انا دخلتها تحت البطانة بيدي كده هتبقى باينة اننا ندوس عليها. تمام? اهي. بصوا. بصوا شكلها جميل او ازاي. نزبطها. كده. اهي. تمام? هجيب الايد بتاعتي اللي احنا عملناها مع برض. اهي. هنعمل فيها ايه? هجيب معي السلسلة دي. وحطيت فيها حلقات سهلة الفتحة كده. اهي. تمام? هعمل ايه? خطينا الايد. هنيجي هنا برضو نحط الايدين بتاعتنا دي كده لو حبيتها لبسها كروس. شنطة كروس. تمام? هجي هنا حط الايد بتاعتي. هجيب دي كده. اهي. وهجيب الناحية التانية. كده. بصوا. بص الجمال والامر. حلوة قوي ازاي. وكمان عملت شرشوبة. كنت عملتها معيكم قبل كده. اهي. في الفيديو ده. سهلة جدا جدا. اهي. وده الشكل النهائي للشنطة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بصوا حلوة قوي قوي ازاي. جميلة جميلة. بجد مجرد شوية اكسسوارات كده. حاجات زي كده. حلت الشنطة. وخلت شكلها جميل قوي قوي قوي. شغل ادينا. جميلة جدا جدا. بصوا. اهي. بالبطانة كمان. الامر الحلوة قوي دي. والجيب كمان. اتمنى يا رب افكاري تكون بتعجيبكو. شجعوني باللايك وشير سبسكرايب. لسه في افكار كتير حلوة قوي قوي. هنعملها مع بعض في القناة قريب. اشوفكو المرة الجاية. باي باي.